السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا باخر وعلى خير وتكون امركم كلهم دينا كيف ما كنتشفو اليوم فيديو جديد على القناة نتمنى هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله غادي نزل لكم فيديو تاني على حلوة العيد عيد الاضحى اللي يدخل عليكم الصحة والسلامة وطول العمر وزيادة في الرزق اليوم ان شاء الله غادي نحضروا اللي بتيفور نتمنى هالطريقتنا الاعجاب ديلكم شكل جديد كيف ما كتشفو الشكل ديال الوريدة نتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير ولكن اول مرة تشوفوا هاد القناة فما تنسوش انكم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد جيمل الفيديو الى عجبتكم طبعا تبرتجوا القناة ما احبابكم والاستيقاء ديكم خليكم معي الى نهاية الفيديو بسم الله على بركاته الله غادي ندوزوا نحضروا العجين وحنا كنذكروا في المقادير عندي ماتين وخمسين جرام ديال زبدة دائما تقدرو تخدموا بالزبدة ديال العبار او لا تخدموا بزبدة المارغارين اضفتليها جور كيسان ديال العنبة ديال السكر اه غلاسي اولا اه سني دا تطحنوها اه نضيفوا كيف ما قلت لكم جور كيسان ديال العنبة وهذه نضيفوا اه واحد الفاني نضيفوا قبيصة ديال الملح ونضيفوا اه جور كيسان ديال اه الزيت زيت المائدة نخدموا هاد هد الي كيسان زبدة هاضي مع السكر واحد شوية ومن بعد نضيفوا زيت اه تقدرو لابا ان تسهلوا على راسكم اه 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 دوزها في اله شوار اه 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 او او افتحانة كهربائية باش الزبدة ضغية اه شاكرا على شكل كريما اه اه هنا عندي الزبدة بحرات المطبخ راه ضغية غادي يعني ضغية thankyou هاد في تمشي مع السكر ومن بعد غادي نضيفوا كيف ما شفتو اه اه لا زيت. ونزيدو نخدمو هاد العناصير مع بعضياتهم مزيان مزيان. حتى ما تبقى نشت بدا نهائيا حبيبات. كيف ما تبقتي وقت لكم تقدروا تعتمدوا على الميكسور او لا على الطحانة الكهربائية او لا للهاشوار اللي عندكم باش يعني ضغية تسربيو. اه وانما بغيتوش او لا ما عندكم مش تقدروا تعملوا غريد ديكم. احتى هي راه سهلة غخصة الزبدة تكون بحرارة المتبع. صافينا يا كيف ما كتشوفو غادي نضيف جوج ديال البيضات يكون الحجم ديالهم متوسط. وغادي نعودو اه نضربو هاد الخالط هذا. كيف ما كتشوفو معايا. ومن بعد اه غادي نضيفو واحد لياورت ديال البانان. تقدروا تضيفو اه ديال الفاني. او لا تقدروا تضيفو واحد رايبي. يعني هادو نكهات اللي تقدروا تبدلوا بهم يعني النكهة ديال اللي بتيفور ديالكم. ومن بعد غادي نضيف واحد اه الخميرة ديال الحلويات. وغادي نضيف الدقيق اللي عدي فيه كيلو. غادي نبقى نضيف اه يعني بشوية بشوية تدريجيا. اه حتى نتحصل على واحد العجينة اللي تكون اه اه رطي طبا ما تكونش قاسحة. وتكون متى تلصقش في اليدين. يعني غادي نبقى نضيف دقيق تدريجيا. اه بالنسبة للدقيق راهوتي يكون. يعني دقيق مختلف على الاخر. كين اللي كيشرب كين اللي مكيشربش. مهم يكون عندنا كيلو. وحنا كنضيفو بشوية بشوية حتى نتحصل على القوام اللي بغينا. اه تقريبا راني وصلت القوام اللي بغيت. اه دائما كيف ما قلت لكم. اه يعني دي ما كنقولها لكم. دي دائما نقلبو العجين باليد اللي احنا ما كنعجنوش بها. هي اللي كتعطينا العبار دي العجينة ووش كتلصق ولا ما كتلصقش. حيث اليد اللي كنخلطو بها دائما كتبيلنا بان العجين تلصق حتى كتقدرنا بالطحين كنكتروه. اه صفي هاد العجينة هادي غدي نقسمها على جوج ديال الحصص. اه يعني وحدة غدي نلونها بمولوين اه احمر. وحدة غدي نخليها اه باللون اه عادي ديال العجين. اه بالنسبة لها دي لونتها بالاحمر باش تجي الورايدة زوينة. يعني دي بريستيج. الى ما بويتوش تلونو اه العجين ما تلونوش. يعني اه كيبقى اختياري. اه هنا انا غاي حيث غدي نخدم الورايدة ذاك الشي باش اه درتها في اللون الاحمر. صفي كيف ما كتشوفو كنتحصل على العجين بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفو العجين ما هو اه يعني عجينة طرية. اه وغدي نخدمو اه الورايدة ديالنا بهذا الدوية هادي كيف ما كتشوفو اه هادو بالنسبة لهذا الدوية هادو اه كي اسميهم اه الاقماع الروسية اه بالنسبة لهذا الرقم ديالها مية وخمسة. غدينا نشكرو بها اه وريدات كيف ما كتشوفو هنا ايا كان نزل العجينة فسط من الدوية وكان خرجي في كل هجينة اه يا كارجي وانا كان نخرج عجينة واناه كان ندور باش ديك الورايدة كات يعني أدوك بحال ديك الورايدات ديالها تية جمعه على هاد الشكل هزا اليكتشوفو معايا من بعد مني كان اوصل الحجم الي بغيت اه اه كان يعني كان نزو قول هادو كالا dellположين اللي كاتكون خارجة وكان تعطينا الورايدة على هاد شكل هزا سوف نعود معكم جوج حبات كيف ما تشوفوا معايا يعني كنديروا العجينة في هذه الدوية كتكون حيث في هذوك في هذوك الاشريطة مفتوحين في الجناب كتخرج العجينة كنكونوا حاطين ذاك القمع او ذاك الدوية فوق الطاوض الفران وكان دوره يعني ما كان هزوهاش الفوق صافي حتى كتشكل لنا الوريدة على هذ الشكل هذا ومن بعد يعني كتعطي واحد الشكل زوين الصراحة نتمنى هذ الشكل هنا العجب ديالكم إلا كانوا يعني عندكم هذو دوية هذو فما فيها بس أنا كنت تستخدموهم في البتيفور ما شي غير الكريمة وتشكلوا بهم الوريدات في الكريمة حتى البتيفور تهوما تنوعوا في الأشكال ديالهم نخرجوا على الشكلات اللي كيكونوا عاديين ومتداولين يعني دائما تنشوفوهم صافيحنا كيف ما كتشوفو كملت الطاوة اللولة غندخلها الفران الفران اللي يكون مسخن من قبل وغادينا نقص عليه النار غادينا ننزلهم حتى يعني شطراتهم من تحت وعاد نشعلهم من الفوق عاود غير ينشوفو يعني كيف ما كان عارفول بتيفور ما تبعوش طيب بزر بش ميجوش قاسحين هنا بالنسبة للطاوة الثانية جوني شي حبات اللي فيهم واحد تقبل الداخل فزيت واحد دوية عندها رويس رقيق يعني عمرت هذه البليسة هديك يعني كيف ما كتشوفو باش كتجي ورضا الشكل ديلها زوين بالنسبة للطاوة اللولة هي طابت كيف ما كتشوفو كيبقى الشكل زوين ديلها وحتى اللون تيبقى زوين الصراحة الشكل ديلها زوين بزاف متمنتنا الإعجاب ديالكم وتضربوا هالطريقة هادي وريضا تنزينوا بها البلطوة ديل حلوة ديلنا بالشكل اللي راقي وهنا كيف ما كتشوفو غادي ندوزو العجين يعني الحصة الثانية ديل العجين غادي نستعمل فيها دوية اللي كتعطيني هات الشكل هذا اه اللي معروف والشكل متداول ومعروف اه يعني في فليب تيفور وغادي ندوز ناخد هاد هاد العويد هذا اللي كنخدمو به عجينة السكر يعني كنخدمو به الاشكال دي العجينة السكر غادي ندير واحد توقف فسط منهم باش نعمرهم بالتعليكة على هات الشكل هذا كيف ما كتشوفوه يعني حتى نكمل اه اللي بتيفور ديالي كاملين ندخلهم من فرانسا هما يطيبوه هنايا غادي ندوزو نحضروا التعليكة اللي غادي نحتاجوا فيها واحد جمع القديس سكر حبيبات وغادي نحتاجوا الكون في تير الخاص بالحلويات اللي كيكون جاري غادي ننزلوا واحد شوية اللي غادي اللي غادي كفان الحلوة اللي عندنا وغادي ننزلوها فوق النار يعني حتى تغلى توصل لمرحلة الغلايان على هات الشكل هذا عاد غادي ننطفو عليها كيكون داك السكر داب وبنسبة لها التعليكة هادي تجيزوينة بزاف مني كننزلوها في داك التوقب ديالي الحلوة فهي ما كتسيح ما كتتحرك موالو كتبقى معلكة وكتبقى زوينة بالنسبة لتزين صافي هنا يا الحلوة ديالنا او اللي بتي فور را هما وجدوا غادي ننعمر ذاك التوقب بالكون فوتير اللي وجدنا او التعليكة اللي وجدنا غادي ننضيفه واحد شوية ما نعمروش بزاف صافي على هات الشكل هذا صراحة كتجيزوينة نتمنى نتعج بكم وكيف ما كتشوفوا بالنسبة لتعلي كفية ما تطيح ما تتحرك ما تشي حاجة يعني اذاك السكر اللي كان ضيفو لها وكان خليه تتغلى فهو كي تيبقى يعني مشبل راسو تبقى معلك ما كي يطيح ما وعلو وهنايا ما بقى اللي الا نقول لكم وصلنا النهاية ديالا فيديو هدا والشكل ديالا اللي بتي فور ديالنا كي يجي الصراحة زوين زوين بزاف ساهل حلوة من حلويات الزمان نتمنى هادلا فيديو تكون كنت خفيفها ضريفة على قلبكم كيف العدم ما تنسونيش من دعمكم للقناة بالاشتراك اللي باقي ما تشاركش ما تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد بارتجوا القناة ما احبابكم والاصدقاء ديالكم بارتجوا القناة في مواقعكم التواصل يا باش ديت تعرف اكتر واكتر خليولي جيم الفيديو الى عجبتكم ما تنسونيش من تعليقكم زوينة كيف العادة وإلا عندكم شي تساؤل فمرحبا بي في تعليق اكيد غادي نرض للجميع دمتم في رعاية الله الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة